تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية تعمل على تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وإبعاد مخاطر العقوبات عن المصارف العراقية وضبط سوق العملة ودعم الدينار فضلا عن تحقيق الشفافية في استيرادات العراقي وتمويل التجارة الخارجية البنك المركزي العراقي يحاول تقليل البيع النقدي الغير شرعي في السوق العراقية تحليل شلوك من الذي يطلب الدولار في السوق غير نظامي لماذا لا يدخل إلى المنصة الألكترونية السماح للشركات الأجنبية العاملة في العراق بالقيام بتحويل أرباحها بالدولار إلى الخارج وبالسعر الرسمي ستقلل الطلب على الدولار في السوق غير نظامي ووجه البنك المركزي في إجراءاته الأخيرة المصارف العراقية بتسهيل إجراءات الحوالات الدولارية القادمة من الخارج وغلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة لخفض الطلب على الدولار إلى جانب فتح اعتمادات مستندية لعدد من المصارف المحلية بعملات مختلفة كاليورو والباون والين الياباني واليوان الصيني وغيرها هنا الفائدة للمصارف والفائدة للتاجر والبلاد للاقتصاد العراقي أنه يصير تنوع عندك بالمصارف فهذا يصير توسع بالتعامل مع المصارف العالمية وأيضا اعتماد سلة عملات مختلفة لكي لا نبقى من عملة الدولار وتتواصل الإجراءات الحكومية للسيطرة على تذبذ بسعر الصرف ودعم العملة الوطنية عبر خفض الطلب على الدولار فيما يرى متخصصون أن التعامل بالدينار كوحدة للسداد في التعاملات التجارية يسهم في تحقيق استقرار السوق والحفاظ على قوة الدينار العراقي في التعاملات المالية والتجارية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد